رابعا في سفر دانيال سفر دانيال أحبائي يعني مهم جدا لأنه فيه نبوات واضحة جدا بالتفصيل يعني بالتحديد عن فترة وزمن مجيء المسيح وعمل المسيح وموت المسيح وذبيحة المسيح وملك المسيح بتعرفوا حتى بيتكلم عن الممالك وبيتكلم عن مجيء الأنتي كريست الوحش اللي هو المسيح الدجال المسيح الكذاب قبل مجيء المسيح ثانية يعني بيتناغم ويتناسب مع تسالونيك الثاني الإصحاح 2 وسفر الرؤية إصحاح 13 فبيتكلم بتفصيل عن ممالك ابتدى بمملكة بابل ومملكة ماد وفارس وبتكلم عن مملكة اليونان الإسكندر الأكبر وكيف انقسمت بعد موت الإسكندر يعني مات شب صغير وكان يعني شرير وانقسمت إلى أربعة وكيف أنه مملكتين اللي هي مصر وسوريا بيتنازعوا على نفس الأرض أرض فلسطين وهكذا وعن رجسة الخرب كلها موجودة في دانيال يعني صدى صوت النبوة موجود في العهد القديم بشكل واضح ولاحظ أنا اليوم أنا عم بركز فقط على لهوت يسوع المسيح من بعض النبوات يمكن الحلقة اللي جاي منركز على أسماء وصفات المسيح هي صفات يهوى أو الله في العهد القديم لكن شوف نبوة دانيال إصحاح سبعة من آية 13 كنت أرى في رؤية الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه شوف الوضوح فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد في دانيال إصحاح سبعة لاحظ مثل ابن إنسان جاء مع صحب السماء جاء أمام محضر قديم الأيام أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا وسلطانا أبدي ما لا أو لن يزول وملكوته ما لا ينقرد ينقرد كمان أي لن يهدم ما في أي شيء بيهدم هذا الحجر اللي تكلم عنه دانيال في صحاح الاتنين اللي صحق كل الممالك فهذا الحجر اللي هو واحدة من أسماء يسوع المسيح الصخرة أي لن تهدم فالسؤال اللي عاوز أطرحه من هو ابن الإنسان وله صفات لهوتية تتفق نعي أنه يسوع المسيح ويأتي على سحاب السماء تعبير للهوته بتشوفه في المزمير بتشوفه في إشعياء مثلا في مزمور 97 مكتوب السحاب والضباب قوله قاعدته بعدين العدل والحق قاعدة كرسيته السحاب والضباب حوله العدل والحق قاعدة كرسيته في مزمور 37 النبوة المشهورة عن مصر هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر يعني بيتكلم عن دينونة عن يعني الشعب بحارب شعب في فترة زمنية مصر كان في حرب أهلية بين قوتين عظمى ولكن هذا موضوع آخر لكن برضو التعبير الرب جاي راكب على السحاب تتكلم عن عظمة الله تتكلم عن جلال عن حضور الله ودائما هذا الحضور مصحوب بسحاب بتشوفه في صفحات العهدين القديم والجديد أيضا مكتوب ويأتي على سحاب السماء هذا الإبن له كل السلطان والمجد والسيادة والقوة كل الشعوب تتعبد له وملكوته لا ينقرض من الجدير بالذكر أحبائي عند محاكمة المسيح بحسب بشارة مرقص إذا ممكن بحب أقرأها كمان إصحاح أربعطعش أوكي من واحد وستين مرقص أربعطعش من واحد وستين أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهن أيضا وقال له أأنت المسيح يعني المسيح الملك ابن المبارك فقال يسوع أنا هو خلي بالك أنا هو تعبير للهوته وصوف تبصرون لاحظ الكلام نفس الآية في دنيال وصوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء شو النتيجة فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا إلى شهود قد سمعتم التجديف ما رأيكم حكموا أنه مستوجب القتل وهذا طبعا كله كان بمشورة الله المحتومة ابن الإنسان هو تعبير عن لهوت المسيح لذلك اتهم يسوع بالتجديف نعم المسيح سيأتي من نسل داود ويكون إنسان لكنه الإله والمسيح أيضا